عقد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبول اجتماعاً مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة أكد مدبول خلال الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق بما يسهم في إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين وخلال الاجتماع استعرض فاروق عدداً من الإجراءات التي تم أو يجرى اتخاذها سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع حيث أشار إلى أن إجمالية كميات السلع التي تم ضخها وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية واللحوم والدواجن بأنواعها بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى